في هذا الفيديو سنتحدث عن بقلة لا يهتم بها معظم سكان المعمور إلا قليل منهم ونادر جداً وهي على رأس كل الخضر وتعرف بالهليون أو بالفرنسية اللاتينية أسبرج وباللغة الأمازيغية أبو هذا هو الاسم البربري أو الأمازيغي وهذه بقلة أخرى ليست كالقوق أو الجلبانة أو الفول أو العدس فهي بقلة مميزة تأخذ كطعام وكغداء وكصلطة وكمشهي في آن واحد وكان لها منذ قدم التاريخ حافل بالتكريم وبالإقبال عرفها الفراعنة والرومان وتوسع في زراعتها أيضاً مثل الكوق على مر العصور والأزمان نالت منهم خلاله في مهاوي النسيان عند عامة الشعوب إلى أن عادوا أو أعادوها إلى الظهور في القرن السادس عشر وهذا ما حصل لها اليوم فلقيت عناية كبيرة وخاصة في القصور الملكية الأوروبية وتأنق بعض الناس في تناولها فابتكروا لذلك شوك خاصة بأكلها واخترعوا وصفات تليق بها وقد ذكر الأطباء القدماء الحديث عن الهليون خواص مدرة ومنطمة لحركة القلب وجاء الطب الحديث ليؤكد ذلك وليضيف إليه قدرة الهليون على منح آكله مقاومة قوية للتعب فقد ذكر أن ملاكماً محترفاً استطع دخول حلقة الملاكمة خمس مرات في خمسة أيام متوالية دون أن يصاب بالتعب بسبب إقباله على تناول الهليون فهذا مبالغ أيضاً وإنما هو حقيقي فجربوه وكان الكشف الطبي إلهام وأعلن منذ سنوات حول ظهوري هذا الهليون عن غنه بالمغنزيوم والبوتاسيون وكذلك بظهوره كدواء جديد لمكافحة التعب وتنشيط الجسم لهذا جعلوا منه أقرصاً وجعلوا منه مكملات غدائية تتيح الفرصة لمن لا يجد هذا الهليون ويقدم هذا الهليون على شكل أطباق متنوعة وما زالت منه مرتفعاً عبر التاريخ منذ القدم لأنه خضر تدخل أبواب الملوك فقط أحبائي يجب اختيار الهليون بحيث يكون الطارياً غضاً ندياً متماسك القوام غير رخو فإذا كان عكس ذلك فهو إذا قديم قد مضت على قطافه عدة أيام الهليون الناضج تماماً هو الذي تلونت رؤوسه بلون وردي خفيف فإذا مضى عليه وقت مال لونه إلى الإصفرار وتهدلت أطرافه فإذا أردنا الاحتفاظ به غداً طرياً يجب أن نلفه بقطعة قماش الرطبة ثم نضعه في مكان معتدل الحرارة ثم يؤكل في وقت وجيز أحبائي الهليون هو نبات بر في الأصل ولكن عندما عرفوا خباياه ومنافعه أقبلوا على زراعته بحيث أن كل ما زرع كان برياً والبري كان أفضل وبالنسبة لتقشير الهليون فيجب أن يتم بلطف وبرفق ثم يغسل بالماء البارد ولا تنزع قشوره إزالة القشور طريق إلى القبور ثم يغسل بهذا الماء البارد وقليل من الملح ويحزم في ربطات صغيرة ثم يسلق أو يقطع أطرافاً على هذا الشكل الذي نراه في الصورة ثم تضاف إليه أشياء أخرى حسب الرغبة على شكل صلطة مشهية ويمكن أن تصنع منه حساء بإضافة إليه بعض الخضر سواء الطماطيم أو الجزر حسب الرغبة أو حساء بيضاء بإضافة البطاطس أو لوحده مع قليل من المعدنوس والكرافس والزعفران ويشرب حساء ساخن ولديد وغني ويصنع من الهليون أيضاً شراب مشهي فتوضع ثلاثة غرامات منه في لتر من الماء الحار كما يصنع من براعمه شراب مدر البول وتأكل سيقانه كطعام مدر ومرطب وإذا كان قليل التغذية فإن نسبة 94% من الساق قوامها ماء لهذا فهو يصلح لمن به بدانة وزيادة في الوزن وينبغي للمصابين بالتهاب المتانة والبرستات والزلال عدم تناول الهليون بكترة لأنه قد يتسبب في تشكل حصوات خاصة هليونات الأمونياك التي تجعل للبول رائحة نفاذة خاصة غير مستحبة لهذا فقد لا نجده أحياناً في معظم أسواق المغرب في شمال إفريقيا وإنما يوجد في المساحات الكبرى في أوروبا وفي أمريكا وفي جنوب شرق آسيا على الخصوص وإنما في المغرب يباع في 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 واجهة الطرقات حيث يجمعه الفلاحون من قمم الجبال مع البقول ومع أوراق السلق وغيرها من المواد الطبيعية والخضر الطبيعية وتباع في جوانب الطرق ويمكن تناوله مع اللحم والسمن أو مع البيض أو على شكل صلطة مع قليل من البصل أو بدونه حسب الرغبة وإضافة إليه قليل من صوص المايونيز أو بدونه مع خل وملح حسب الطلب وعلى شتى الطرق فهو لذيذ وهذه طريقة تتيح الاستفادة من خوصه العديدة بصورة على الدوام لهذا فإن الغربيين يتناولونه يوميا مع المشهيات فيضعون رؤوسه المسلوقة في الخل والملح مثل قوق ويأكلونه لأنه مدر وصحي ومفرغ للصفراء وجيد لمعادنه المتوفرة الكثيرة والجيدة ويمكن شراءه معلبا ومحفوظا وإنما أفضل الطرق هي أن يؤكل نيئا على الخصوص وأخيرا إن الإقبال على الهليون إقبال قليل أعتقد أن معظم سكان المعمور لا يعيلون له الاهتمام وهذا ليس في حال في سنواتنا الأخيرة هذه وإنما منذ منذ قدم التاريخ إلى حدوث القرن الخامس عشر والسادس عشر استفق الناس وتفكروه ومن بعدها نسوه إلى يومنا هذا مع العلم أن هذه الخضر لها أهمية كبيرة فلماذا لم ينسون البطاطس التي هي غنية بالنشويات وتتحول إلى سكريات ودهنيات وتصيب معظم الناس بالبدان وارتفاع السكر ويقبل عليها حتى من بهم سكري وينسون الهليون الذي فوائده لا تحصى ولا تعد أحبائي ذكرتكم بهذه الخضرة الجميلة عليكم أن تستفيد من خواصها الجيدة رغم تمنها المرتفع فعليكم شراءها ولو مرة في الشهر فإنها جيدة ومفيدة لأجسامكم ترجمة نانسي قنقر